مساءكم خير مرة تانية طول الوقت بنتكلم عن التحول الرقمي بكل تفاصيله والتحول الرقمي مش مجرد عنوان نفرح به ونقول انه احنا في الرقب العالمي لكن هو جزء من جودة الحياة وجودة الحياة بكل تفاصيلها وبالمناسبة وهو جزء ايضا من القضاء على الفساد بكل صور فتتطمن لما تلاقي انه بلدك بتتحرك ناحية التحول الرقمي يعني من ايام قليلة كده كنا ناس كتير زعلانين بسبب موضوع الفاتورة الالكترونية وانتوا ليه بقى وانا قطاعات كل قطاع يقولك يقاوم في حالة من المقاومة الشديدة للتحول الرقمي بكل تفاصيل ولانه هو ببساطة فيه قدر كبير من الشفافية قدر كبير من انه الناس لازم تمشي صح وبمناسبة الشفافية والناس تمشي صح فيه خبر يمكن يخوف اي حد متجوز على مراتهم انه تم تسهيل استخراج يعني صحيفة او القيد العائلي بقى سهل جدا ولا هنروح ولا هنقف في طوابير ولا شبابيك فيه تطور مهم جدا وزارة الداخلية ماشي بسرعة جيدة جدا قدر اقول فيه ملف التحول الرقمي الخدمات اللي بتقدمها مصلحة الاحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية كتيرة جدا واهمها الخدمات اللي بتتقدم بدون التعامل مع الشبابيك رائعة تم اضافة خدمة القيد العائلي وتاتاحت خدمة المكينة الذكية للقيد العائلي للقيد العائلي فوري ورقمي موجودة فين بقى هذه الخدمة المميزة في مركز القطاع النموذجي في ديوان القطاع في العباسية وفيها تحصيل نقدي يقدر المواطن ببساطة جدا زي ما بقول لكم كده يروح يقف قدام المكينة يدفع الرسوم ويستخرج القيد العائلي في نفس اللحظة خبر حلو لكل اللي ماشي قائس وخبر يقلق كده لأي حد مخبي حاجة على كل حال التحول الرقمي هو شأن الدول والمؤسسات والقطاعات اللي عايزة تتقدم واللي عايزة تمشي صح ترجمة نانسي قنقر